سمحت المفتي هل سوريا ستسامح أعداءها؟ هذا تاريخها سامحت أعداءها فماذا فعل السيد الرئيس مع رجب طيب أردغان من عام 2003 إلى 2009؟ لماذا لم يفتح له تاريخ لواء اسكندرون؟ ويفتح له تاريخ ما سرقوه من سوريا؟ أراد أن يعطي حق الجوار لمن لم يعرف حق الجار ونحن في حلب تأثرنا من هذا الفتح أكثر شيء والسبب كل الورشات الصغيرة التي كانت في حلب قضي عليها من هذا الفتح بيننا وبين تركيا وشكونا يومها للسيد الرئيس وقال لا تخافوا سيتحول هذا إلى اقتصاد أقوى ونتعاون مع إخوتنا في تركيا لبناء اقتصاد قوي وفتحنا الحدود وبدأنا ندخل ونخرج بالهوية وكان الأخ التركي يدخل أنا أتأكلم الآن عن الحكومات وليس عن الشعب يدخل الأخ التركي وأنت تذكر ذلك إلى حلب يأخذون الشاي والسكر والبالة والألبسة كلها يأخذونها من حلب ثم بدأوا يبنون مصانع في حلب لأن الحلبي مبدع في عطائه مبدع في صنعته مبدع في إنتاجه فاستفادوا كل هذا فماذا كانت نتيجة أنهم سرقوا هذه المعامل والزمن قادم يوم ستفلس تركيا وتجوع مرة أخرى سيعودون إلى سوريا وسنطعمهم لأن المسامح الله معه والحقود الله ضده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر